اشتركوا في القناة وكيف أن تؤثر على نتائج الانتخابات إذن قبل ما نبدأ نشكر كل المتتبعين والمتتبعات أنت الإخوان والأخوات اللي تيتيقوا في القناة وتتبعوا سوى أنجدات أو القدم وكنت طلب من الناس اللي يدخلوا لأول مرة باش يعملوا لايك وباش يتشاركوا في القناة إذن بسم الله على بركاته الله غادي نشوف الحالة الوبائية على الصعيد العالمي فقط جوج ديال الأرقام باش نعرفه في نوصنا انتوتو الموند يعني حول العالم كان 30 مليون وخمسمية وستين ألف وسبعمية وربعين يعني 30 مليون ونص بالنسبة للحالات الوفيات تسعمية وثلتة وخمسين آلف واثنين وسبعين يعني تقريبا سبعة وربعين آلف ونص للمليون حالة وفاة عبر العالم كتب قدئي من المرتبة الأولى من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية بستديا لمليون وسبعمية وسبعة وربعين آلف وحتف عدد الوفيات عندها النصيب الأول مية وثمانية وتسعين آلف وربعين وخمسة وسبعين يعني ترامب كي قال لهم لو يحدينها في ميتين آلف ديال الوفيات راحنا محدودين فهو ما بقى لواله على ميتين آلف نتعى الوفيات الصف الثاني الهند بخمسة ديالي مليون وثلتمية وثمانية آلف والهند اللي كانت في الصف الثالث يعني من بعض البرازيل ويلا هدي مكامل ش أسبوع باش تخطط البرازيل دي ببقى بينها وبين البرازيل تقريبا مليون لأن البرازيل شوية ووقفوا في البلصة ديالها بغبعد يالي مليون وربعمية وسبعة وتسعين آلف وليك اللي تقريبا كتحصد مية آلف حالة كل يوم روسيا في الصف الرابع روسيا اللي جابتنا تلقيها والفريقات وعلى الجهات ديالها ولكن ما قرمها لا تلقيها ولا حتى شي حاجة لأن روسيا اليوم عرفت ارتفاع كبير جدا سجلت 165 إصابة جديدة وكذلك 144 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة البغازيل من ناحية عدد الوفيات هي في الصف الثاني بـ 135,857 وتابعها المكسيك بـ 72,830 نقفوش شوية فقط على الإيران إيران سجلت اليوم 2845 وتخطط لـ 24 ألف حالة وفاة واليوم يعني في 24 ساعة الأخيرة إيران سجلت 166 حالة وفاة تونس ليوم تهية سجلات 540 إصابة كنت منها ويعني حد الله البس كذلك بالنسبة للمغرب ما زال ما وصلتنيش يعني الأرقام ديال اليوم واليكي الباح الحالة المؤكدة كنت 2760 حالة و41 حالة وفاة إذن هذه يعني غيجة ولا يعني سريعة وغد نوقفو على أوروبا وغد نوقفو على إيطاليا لأنها كتهمناك أكثر الحالة بأوروبا مزعجة ومقلقة كما صرح بذلك يعني رئيس نتاع لومس المنظمة العالمية للصحة وغد نبدأ من فرنسا اللي تعدات في 24 ساعة الأخيرة 13 ألف حالة ومية وثلاثة وعشرين حالة وفاة كذلك إسبانيا تعدات 14 ألف إصابة جديدة و90 حالة وفاة بالنسبة لإسبانيا يعني الحجر الصحي ينتظرها وخاصة مدينة مدريد لأن تقريبا يعني الحالة الوبائية خرجات من السيطرة فالمستشفى يعني ممتلئ وكذلك في العناية المؤكدة ألمانيا هي الأخرى دارت اليوم سجلت 2297 حالة في 24 ساعة أخيرة واللي غد يرجع كذلك الحجر الصحي واللي صرح بيه بوريس جونسون هي بريطانيا اللي سجلت كتر من 5000 حالة وكيقول بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالنجليز متدهوعة وفي أزمة وأن الحجر الصحي جديد يعني غادي يزيد يعني في التدهور دي الحالة الاقتصادية الحقيقة مش فقط من انجليز ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا إسبانيا وإنما هذا الوباء يعني أطر نفسانيا لأنه مش متدهورة فقط الحالة الاقتصادية وإنما حتى الحالة الجديماعية والحالة النفسية للمواطنين لأننا نعيش كبحال لي مهددين كبحال شي حاجة يعني شي تقل على قلبنا حتى فش يظهر هاد تلقيه أو علاج وإن شاء الله ننتصر عليه إذن غادي نوقفه دابا في إيطاليا الإيطاليا اليوم سجلات 1628 إصابة جديدة و24 حالة وفات ف24 ساعة الأخير أمس كانت 1907 بعد الحالات الجديدة لأن أمس كانوا داروا 100 ألف ديال التحاليل 100 ميلة تنبوني إذن كيف ما تذكروا يعني العلماء منتع الأوباء بالنسبة لهذا ارتفاع منتع الحالات بإيطاليا هو ارتفاع يعني ما غاديش مع المتوسط الأوروبي فكيف ما تشوفوا في الدول مثلاً كي بحال فرنسا والنقليز والمانيا وإسبانيا يعني إسكوبيات يعني تفجرت فيها الوباء ودخلات يعني المرحلة ديال الخاريف يعني الموجة التانية إيطاليا الحمد لله يعني لحد الساعة رحنا ما زال ما وصلناش الألفين وما زالت تحت السيطرة ولكن كيف ما قالوا أن الشباب يعني جميع العدواء كتكون في حد الوسط عائلي يعني ما بين الأسر وأن نسبة يعني حالات الإصابة من ناحية العمر نخافضت بالمعقول لأنها ديش حال كانوكي مرضو فقط من ناس اللي كبار ذا بتي مرضو الشباب لأن الشباب يعني لا يعتني كثيراً ولا يتبعوا جيداً أساليب الوقاية بما فيها من اللمس يعني البعد الجماعي بما فيها تبعوا الجماعي الصحي ما نقولولوش الجماعي لأنه صحي بما فيها الكمامات المسكرينة التعقيم يعني مجموعة من الإجراءات اللي كتوصي بها لومس وكتوصي بها وزارة الصحة اللي الناس يعني الكبار كينتابهو كيعملوا ديك الإجراءات وبالنسبة للأطفال وبالنسبة المرهيقين يعني كيصعاب عليهم أو أنهم تحسوا بأنهم أقوية وبأنهم شباب وفي صحة جيدة وأحياناً ما تفكروش أن في المنازل عندهم عندهم أولياء الأمور اللي هم في حد السين معين وعندهم بعد الأحيان يعني حتى الجدود يعني وبعد الحين كيكون عندهم شي واحد اللي مريض لذلك معظم معظم الإصابات بإيطاليا كانت في حد الوسط وصاري إذن كانت هذه الحالة الوبائية يعني بسرعة ولكن ده بغضي نوقفو على الانتخابات اللي غضي ستبدأ من غدا إن شاء الله لغدا الحد والإثنين واللي كيف ما كتعرفوه في جميع المحلات فين يعني المدارس أو المكاتيب دي انتخاب فين الناس كاز مشي تنتخب تيكون واحد الرئيس نطع الصندوق وكيكونوا معاه واحد ثلاثة ولا جوج اللي كيصهروا على الناخبين يعني تيعطيك الوريقة كيعطيك ستيلو كيصهر على الناخب يعني ما تكونش عنده شي حاجة ما يستعملش التليفون اللي وقع هو أن فقط بمدينة ميلانو أزيد من مئة رئيس للسناديق لمكاتب الانتخابات يعني ما عبر على أنه ما غادش يكون يعني أنه غائب ما معنى هذا وكذلك في الكثير من البلديات ومن المدون وبنسبة الاستفتاء لأن الناس خايفة على رسام العدوى خايفين باش يكون واحد الاقتداد رغم أنك إن الشرطة اللي غادي تعمل يعني المداخل بوحدها والمخارج بوحدتها وغادي يسهروا على أن الناس تكون عندها الكمامات وتحترم يعني جميع الإجراءات إلا أن الناس خايفة على نفسها من العدوى لأنه يومين من السبعة ديال الصباح تل حطاش نتعلي اليوم الأحد غدا ونهار ديال اثنين من السبعة ديال الصباح تل يعني طويلة زيد على ذلك أنهم فاش يشدوا يعني المكاتب ديال الاقتراح الاقتراح ديك الساعات كينوض يصهروا على العد ديال الأوراق والعد ديال يعني يصهروا باش يخرجوا النتائج ديال ذاك انتخابات يعني إلى وقت متأخر من الليل وبعد الحياة يوصل لحتى الصباح طبيعة الحال أي عمل عنده يعني الراتب ديال وراتب جد مهم وجد مغري وكانوا كي يتصابق وشكل يمشي عمل رئيس المكتب وشكل يمشي يعني يخدم في المكاتب انتخابات ولكن في زمن كورونا يمتشي واحد قريب القليل اللي بغي يمشي وهذه المسألة هذي تهدد نتائج الانتخابات فبالنسبة الاستفتاء مشي مشكل لأن الاستفتاء هذا كيفما قلت مشي كي بحال الاستفتاء اتخاص يوصل لخمسين في المية من الناس اللي عندهم حق انتخابات وعادي يشوف اشكل رابح واش للنعم ولا لا هذي الاستفتاء الغريب الأطوار وخا يمشي يصوت واحد ايطالي واحد ويصوت بنا غير بح نعم ولا صوت بلا غير بح بلا يعني سواء كان قلال ولا اكثر بالنسبة الاستفتاء غادي يدوز ولكن فين كي المشكل كي المشكل في انتخابات البلدية وانتخابات الجهوية اللي عندهم انتخابات وشنا ان كي نسب عدية الجهات غادي انتخابات وازيد من 1179 بلدية غادي واحد ما يكون ما يدير اغلبية وان انتخابات ما يوصلوش الواحد العدد معي الكوروم وان انتخابات النولة يعني التكنشيلة رغم كل المجهودات والمصارف لان انتخابات عندها واحد المصرف كبير كبير جدا اذا خايفي الناس المنظمين انا حسب رائدية لانهم غلطوا انهم ينظموا هاد انتخابات في ظل وباء عالمي بهذا الحدة وسريع متع الاصابات دي العدوى تنظم بان كان من امكانهم يأجل انتخابات الجهوية وانتخابات البلدية على الاقل حتى توجد التلقيح ولكن للأسف احنا فقط كنفكر وكنقترح ولي كل مواقع القرار هو اللي يقرر اذا كانت هذه هي الاخبار يعني بعجالة جدا عندي مجموعة دي المواضع اللي هي موليحة كيف ما كيقولوا يعني بغير انني نتكلم معكم في مجموعة من الظواهر الجماعية اللي كتعرفها الجالية المغربية بصفة عامة وكذلك الجالية المغربية المقيمة بايطاليا يعني ضواهر اجتماعية احيانا لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالمنطق ولا حتى شي حاجة وما زال كنشوفها وكنعيشها اهم اهم حاجة يعني اللي اليوم شفتها وقلمتني جدا جدا هي الزواج بالفاتحة والاطفال ديال الزواج بالفاتحة الحقوق ديال المرأة وبعد احيانتها الحقوق ديال الراجل في ارض الغربة اللي مزوجين بالفاتحة الى كانوا كيعجبوكم كي بحال هاد المواضع ما عليكم الا انكم تخليوا لتعليق بانكم باغين يعني نعالجوا كي بحال هاد المواضع وان شاء الله غادي نقشوها ونعالجوها مع بعض الى ذلك الحين تنسلم عليكم كنشكركم بزاف بزاف لعوينا ما زال شوية عيانة لذلك ما زال يعني ما كنت لقوش مباشرة فقط بالصوت اول ان شاء الله ما يطمني الطبيب غادي نتلقا مباشرة ان شاء الله مع السلامة اعجبك الفيديو سندنا بالاعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد